من الآن فصاعدا فإن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو هو الحاكم الجديد للمنطقة رقم 91-50 التابعة لنادي روتاري الدولي التي تضم عشرة دول إفريقية وفي حفلة الليلية نزمت بفندق رادي سنبلو احتشد فيه أعضاء نادي روتاري من البلاد وكذا القادمين من الدول الأعضاء في المنطقة رقم 91-50 للمشاركة في مناسبة تتويج الحاكم الجديد للنادي رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزابو الذي اختير لتسيير المنطقة لمدة عام غير قادلة بالتجديد هذا واستهلت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة للحفل حسن سيلة بكري الذي أشار فيها إلى أهمية هذه المناسبة وقال إن الرئيس الجديد رجل نشط وزو خبرة وكفاءة عالية داخل النادي الأمر الذي أهله لتتويجه على رأس هذه المنظمة في المنطقة رقم 91-50 وبعدها تخللت المناسبة فقرات تكريمية لقادة النادي المؤثرين في المنطقة والذين بذلوا مجهودات كبيرة في تحقيق أهداف النادي وقد وجه موثل الحاكم السابق للمنطقة هجان كرالالا الحاكم الجديد إلى المحافظة على الدور الذي كان ولا ذال يبزل من قبل أعضاء نادي روتاري ودعاهم إلى تكثيف العمل من أجل القضاء على شلل الأطفال الذي يمثل الغاية الأساسية من إنشاء نادي روتاري الحاكم الجديد للمنطقة رقم 91-50 التابعة لنادي روتاري الدولي صالح كبزابو وبعد استلامه زمام الأمور أشار إلى الأهداف الرئيسية من إنشاء هذا النادي وقال إن الروتاري ليس بخطير عكس ما يجول في خاطر الناس إنما هو أنشئه من أجل الوقوف مع المحتاجين ومساعدة الضعفاء وكذا القضاء على وباء شلل الأطفال وشدد الحاكم صالح كبزابو على ضرورة الالتزام أعضاء النادي بتعهداتهم لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الخزينة العامة لنادي الروتاري فرع المنطقة رقم 91-50 موسيقى موسيقى موسيقى